ظاهرة القلق وحتى الاكتئاب بين الطلاب ليست جديدة لكن الجديدة هو الإدراك المتزايد من إدارات الجامعات للضغوط التي يتعرضون لها ومن ثم توفير المساعدة والعيادات المتخصصة بالصحة النفسية فبحسب جامعة USLA فإن أقل من نصف الطلاب يعتبرون صحتهم النفسية بمستوى المعدل إن هذا ممكن أن يحدث في أي فترة زمنية من عمر الإنسان لكن هذه المرحلة وهي من عمر الثامن عشر إلى الرابع والعشرين يمر فيها الشباب بتغيرات فيزيائية وعاطفية واجتماعية وهذا يخلق قابلية للاكتئاب دانوتا بيريرا طالبة سابقة في الجامعة الكاثوليكية ترى أن نمط الحياة السريعة والمنافسة والضغط العالي على الطلاب للحصول على علامات عالية للدخول في سوق عمل يخلق أزمات نفسية معظم طلاب الجامعات الأمريكية يعانون من القلق والاكتئاب بسبب كم العمل الذي عليهم إنجازه هذا غير ضغط إيجاد وظيفة بعد التخرج ودفع قرضهم الجامعية نسبة الطلاب الذين يؤذون أنفسهم باستخدام أدوات حدة ارتفعت بنسبة 26% وهناك نسبة مشابهة للذين يحاولون الانتحار بسبب أنواع الاكتئاب والقلق المتعددة وتتولد ضغوط إضافية على الطلاب خصوصا وقت الامتحانات وتظهر الدراسات أن الطلاب الذين كانوا يتصرفون بطريقة غريبة بسبب الاكتئاب كان يتم تجاهلهم بينما الآن تقرأ هذه الأعراض وتعالج في وقت مبكر ومن قبل أخصائيين أيضا أحد أسباب الاكتئاب لطلاب الجامعات الأمريكية هي الرسوم العالية والتي قد تصل إلى 70 ألف دولار في العام وهي الأعلى في العالم مما يضع الضغط إضافيا على الطلاب للقيام بإداء جيد لعدم تخييب نظرة ذويهم وأسرهم بهم نادية البلبيسي العربية واشنطن